اتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عاقب أدائهم اليمينة الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في آداء مهام مناصبهم موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واكتياز التحديات خلال الفترة الماضية كما أكد الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطور العمل السيل المؤسسي والحوكمة فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استكمال مصاري الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعيدة مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطن وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية على رأسها الصحة والتعليم مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة ومواجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل تحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين قد أعرب رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات مؤكدين للسيد الرئيس عزمهم على بدل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطني والمواطن على جميع الأصعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة